اشتركوا في القناة وقد ادى هذا الحرك الشعبي الذي اكد ابناء الجهة انه كان تلقائيا وبعيدا عن كل اشكال التوظيف السياسي ادى الى توقف كل الانشطة بالمدينة ولوح المحتجون بمقاطعة الانتخابات القادمة في حال لم تراجع الحكومة قررها تم صباح اليوم بضحية المرسى الغربية تتشين المركز النموذجي الثاني للمؤسسة الامنية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية في خطوة جديدة نحو ارساء تجربة مشروع شرطة الجوار الذي سيتم تعميم خدماته الشهر المقبل في كل منسقية الزيت والعطار والسيد علي بن عون ونعسانة وتتكفل كل من اليابان والنرويج وبلجيكا ماليا وفنيا على تنفيذه وسيصم هذا المشروع الجديد حسب مؤسسي فاستعادة المؤسسة الامنية لفقة المواطن والمجتمع المدني وتقريب الخدمة ذات الجودة العالية نحو المواطنين اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق سرصار ان كل مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع يتم التعن في ترشحه سيتم تعويضه بمترشح مستقلة واضاف سرصار في تصريحا على هامش مشاركته في ملتقا بتونس حول حقوق المرأة خلال فترة الانتخابات ان الهيئة تلقت اكثر من 75 الف طلب ترشح لمكاتب الاقتراع ونظرا لصعبة التعرف على الانتماء السياسي لكافة المترشحين قامت تلهيئة بنشر اسمائهم للتأكد من انها اختارت افضل المترشحين قررت وزارة دقل الترخيص لسيارات الاجرى الواج نقل الركاب من داخل محطات سيارات الاجرى الى جميع مناطق الجمهورية خلال عطلة عيد الافحى وبينات الوزارة في بناغ لها اليوم ان هذا القرار الذي يرمي لتسهيل حركة تنقل المسافرين في احسن الظروف يكون سهل المفعور خلال الفترة المتدى من الاول الى العاشر من شهر اكتوبر القادم في اخبارنا الدولية شنت مقاتلة تحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية اليوم غارات جديدة على منشآت يتخذها تنظيم داعش مقارات له في محافظتي حلب والرقة السوريتين اما في العراق فقد دعمت طائرات التحالف الدولية القوات البرية العراقية لمنع تقدم مسلح التنظيم نحو بلدة العاملية في الفلوجة وسيطر عليها كما قصفت طائرات امريكية نقاط تفتيش ومقارات للتنظيم جنوب كاركوك كما ادى الى مقتل سبعة اشخاص انطلقت في اسطنبول تركيا اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور نحو ستمائة شخص يمثلون سبعين بلدا من اوروبا والعالم العربي واسيا الوسطى اشغال المنتدى التي تمتد على يومين ستتناول بالنقاش اخرى التطورات الاقليمية والدولية اضافة الى قضايا التنمية المستدامة والاستقرار السياسي والاقتصادي في افغانستان ادى اشرف غني احمد زايا اليمين كاول رئيس منتخب تعرفه البلاد منذ عشر سنوات وسيرأس عبدالغني حكومة اقتسام السلطة في الوقت الذي يمثل فيه انسحاب معظم القوات الاجنبية من البلاد اختبارا حاسما لمستقبلها في ظل اجتداد القتال ضد متشدد حركة طالبان بعد فترة انتقال ديمقراطي صعب وقبل دقائق من اداء عبدالغني اليمين هجم انتحاري نقطة تفتيش امنية قرب المطار ما ادى الى سقوط عدد من القتلة في الرياضة سيدير والحكم الغابوني اريك اغنو اوتوغو كاستان مباراة سنغال وتونس المقررة في العاشر من الشهر القادم بدكار لحساب الجولة الثالثة من تصفيات امم افريقيا لكورة القدم بالمغرب السنة القادمة ويعقد جورج لكينس مدارب المتخبة تونسي لكورة القدم يوم الخميس القادم ندوة صحفية للأعلان عن قائمة اللاعبين الذين سيعول عليهم في مواجهة السنغال ذهبا وايابا ختم الموجة شكرا على المتابعة واللقاء اشتركوا في القناة